هو عبارة عن شريط ادوات جزء من اللي هو جزء العلو من البرنامج هو موجود على الشمال جنب حرف الار او قائمة البرنامج الرئاسية اللي هي المين ابليكيشن مانيو. كويك اكسس طول بار عبارة عن شريط ادوات بيديك امكانية الوصول للادوات اللي انت بتستخدمها بصورة مستمرة بسهولة زي مثلا فتح الملفات او حفظها او التراجع عن امره معين او اعادة تكراره او ادوات اللي هي الميجرينج الاياسية والانوتيشن والرؤية سلاسية الابعاد. في حاجة تانية اهم ان انا ممكن اغير مكان من مكانه الافتراضي انزله تحت الريبون من خلال ان انا اضغط على السهم الصغير اللي بيظهر لي اعمل طبعا هنا بيظهر فعلا بس بياخد مساحة ممكن ان انا استخدمها بصورة افضل في فناس كتيرة بتفضل ان احنا نسيبه في مكانه الرئيسي. الحاجة التانية ان انا عندي اي اداية ممكن اضيفها من الريبون في الكويك اكسس طول بار بمجرد ان انا اضغط عليها كليكي مين واعمل ادد تو كويك اكسس طول بار وليكن مسلا اداة البيم هنضغط عليها كليكي مين ونختار هتلاحظ هنا انها ظهرت طبعا بطار اضغط على السهم الصغير ده عشان نفتح بقية الادوات لان ابعاد الشاشة زي ما قلنا هنا الف اربعة وعشرين في سبعمائة تمانية وستين وبالتالي هي مش كافية ان انا اقدر اظهر كل الادوات الموجودة فيه برنامج. طيب ممكن اضغط كليكي مين على اي اداة من الادوات الموجودة فيه هيظهر لي ممكن من خلالها اقدر احذف الاداة دي من الشريط او اضيف خط فاصل زي اللي موجود ده بحيس ان انا اقدر اقسم المجموعات او اقسم الادوات الموجودة جوه الكويك اكسس طول بار في صورة مجموعات او ان انا ممكن اعمل لي. طيب في حل تاني ممكن ان انا اضغط على السهمة ده وافتح دروب دون مينيو هتلاحظ كل الادوات اللي انت اضفتها فيه الكويك اكسس طول بار واللي ظاهر منها جنبه علامة صح. ممكن تخفي اي حاجة منهم بمجرد انك تشيل علامة الصح من جنبها بالضغط عليها. هنعمل دلوقتي للكويك اكسس طول بار بالضغط هنا. هتلاحظ الديالوج ده جوه كل الادوات اللي موجودة في الكويك اكسس طول بار ومتقسمة في حسب السيباريتر اللي ما بينها. ممكن ان انا اغير ترتيب الادوات دي زي مسلا ان اخلي سيف فوق الاوبن. من ان انا اضغط عليها وحركها او ان انا ارجحها زي ما كانت. ممكن ان انا اضيف سيباريتر بعدها. اضغط عليها واضغط على علامة السيباريتر. او ممكن ان انا احذف السيباريتر ده بمجرد ان انا اضغط على علامة اكس وهكزا ممكن احذف اي ادى من الادوات اللي موجودة في البرنامج. طيب بفرضي دلوقتي ان احنا عملنا اي تعديلات على وجهة استخدام برنامج رفت ستركشر سواء في الكويك اكسس تول بار او في الريبون او في اي من البروبرتز بالت او البروزج روزر. عايز ان ا ارجع الوضع الديفولت تاني او الوضع الافتراضي بتاع البرنامج. هاوصل ازاي? بندخل على اسمه ده موجود جوه ملف الاب داتا في بتاعك من خلال وندخل على وننتقل لفولدر المستخدمين طبعا هنا هزهر لك اسمك. ولازم تظهر الملفات المخفية من هزهر لك فولدر اسمه الاب داتا. هضغط عليه. واروح على وبعد كده في هنا اسمه هتختار بتاعتك اللي انت شغال عليها ولا يكون الفين و واربعتاشر زي ما احنا شغالين. في عندي ملف اسمه الملف ده تحزفه وبعد كده هتعيد تشغيل البرنامج هيتم انشاء نسخة جديدة من الملف ده بالاعدادات الافتراضية بتاعته الى نازلة معها من